السلام عليكم وأهلا بكم يوم الحد 31 مارس 2023 مساء تم الإعلان عن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية التركية في الحقيقة احنا قدام أكبر هزيمة سياسية في تاريخ أردران من وقت ظهوره على الساحة السياسية تخيل المعارضة التركية حققت حاجة أشبه بالمعجزة في الانتخابات البلدية في جميع أنحاء تركيا بالكامل وخصوصا في المدن الكبيرة اسطنبول وأنقرة وأزمير على حساب مين؟ أيوة انت صح على حساب أردران وحزبه الفوز التاريخي للمعارضة كان على حساب حزب العدالة والتنمية اللي بيحكم تركيا من 22 سنة فاللي حصل في تركيا مش عادي اللي حصل في تركيا ده بيمهد لفترة جديدة تماما في السياسة التركية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللي جاية وبيشير إلى أن تعديل أردران للدستور بنسبة كبيرة قد يفشل لأنه من شبه المؤكد أنه خلاص طيار الإسلام السياسي بمختلف توجهاته مش هيكون له مكان في الحكم داخل تركيا بداية من الانتخابات الرئاسية اللي جاية في 2028 إلا إذا حزب العدالة والتنمية عمل معجزة سياسية واقتصادية استعد بيها شعبيته مرة تانية أردران أعلن هزيمة حزب العدالة والتنمية وأقار بيها وقال إنه بيحترم قرار الشعب طبعا هو عارف إن الهزيمة الساحقة اللي حصلت في الانتخابات البلدية وخصوصا استمرار الهزيمة في أهم بلديتين اللي هم اسطنبول وأنقرة حتى تسبب في تغيير مصار السياسة التركية خلال الأربع سنين اللي جايين وصولا للانتخابات في 2028 فبالتالي أردران وحزبه حيعيشوا في ضغط سياسي كبير جدا لمدة أربع سنين لأن المعارضة أصبحت بتستمر في حكم تركيا الصغيرة اللي هي أنقرة واسطنبول ما أنت لو سيطرت على الاتنين دول فخلاص يعتبر أنت بتحكم تركيا فعليا يعني نقدر نقول إن أردران رئيس منقوس الصلاحيات لأنه مش بيسيطر على العاصمة أنقرة ولا على تاني أكبر وأهم مدينة في البلد وهي اسطنبول دا ما كانتش هي الأهم بالفعل وحط عليهم كمان مجموعة من المدن المهمة جدا زي أزمير وقضنى وميرسين وأنطاليا وغيرهم عموما أنا قصدي هنا بالهزيمة الساحقة مش الفوارق الكبيرة في النسبة المقوية ولكن أنا أصدي ببساطة نتائج الانتخابات يعني مين كسب ومين خسر واللي كسب كسب إيه واللي خسر خسر إيه الواضح أن المعارضة التركية بمجموعها تخطت الستين في المية مقابل حوالي ستة وتلاتين في المية لحزب العدالة والتنمية والأهم من كده أن المعارضة كسبت الانتخابات في مدن استراتيجية ومهمة جدا زي العاصمة أنقارة واستنبول ومدن كبيرة في إقليم الأنادول ومدن كبرى في المدن التركية زي ديار بكر يعني من الآخر المعارضة بقت بتحكم أهم مدن في تركيا عبر تركيا بالكامل فكون إن حزب أردوران يفقد المدن المهمة والأقاليم الاستراتيجية بالشكل ده لصالح المعارضة فهي طبعا هزيمة ساحقة بدون شك حتى لو كانت نسبة الهزيمة فارق واحد في المية ما بين الحزب الرئيس المعارض وحزب العدالة والتنمية أنا هنا بتكلم عن قيمة الانتصار والهزيمة مش الفارق في النسبة المقاوية ما بين الانتصار والهزيمة والمعنى هنا بيختلف تماما المهم إنه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري احتفظ بمنصبه اللي هو بيشغله من 2019 ويا محاول أردوران إنه يضيق عليه ونمنعه من دخول الانتخابات الرئاسية اللي فاتت اللي هي انتخابات 2023 ولفق له قضية وكننا تكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل خلال تغطيتنا المباشرة للانتخابات التركية في وقتها ولكن في 2024 بيرجع أكرم إمام أغلو تاني وبيفوز على حزب العدالة والتنمية بفارق أكتر من مليون صوت حضرتك متخيل معايا المفرقة السياسية العجيبة دي واحد كان بيتلفق له قضايا علشان يتعزل من منصب رئيس بلدية اسطنبول ويتمنع من دخول الانتخابات الرئاسية فبعد كم شهر يرجع تاني رئيس لبلدية اسطنبول وبفارق أكتر من مليون صوت وأنا عن نفسي أعتقد أنه أكرم إمام أغلو حيكون هو رئيس تركيا القادم بشكل كبير الراجل ده لو أصبح هو رئيس تركيا فأنا أضمن لك أنه علاقات مصر وتركيا حتتطور بشدة وحيتم تشكيل تحالف استراتيجي من أقوى التحالفات في تاريخ الشرق الأوسط ولو كمان أغرب من السعودية والسعودية أغربت منه وتكون تحالف ثلاثي مصر سعودي تركي فما فيش أي تحالف سياسي ولا عسكري ما بين أي دول في الشرق الأوسط سواء كانت عربية أو إسلامية حيكون أقوى أبدا من التحالف ده وتقدر تقول كده وانت مرمض إن المنطقة حتشه التغيير استراتيجي حاد ولكن للأفضل من خلال تكوين تحالف وتكامل ما بين أهم وأقوى ثلاث دول في المنطقة ونرجع للانتخابات البلدية التركية واللي من خلال نتيجها منصور يافاش رئيس بلدية أنقارة أعلن احتفاظه بالمنصب وهو برضو بينتمي الحزب الشعب الجمهوري فبكده أردوراني يكون خسر اسطنبول وأنقارة للمرة التانية على التوالي أنت متخيل إن أهم بلديتين موجودين في تركيا بقى لهم أربع سنين بيحكمهم حزب الشعب الجمهوري وأربع سنين جودات كمان هيحكمهم برضو خلي بالك التاريخ بيعلمنا إن اللي بيحكم أنقارة أو اسطنبول وبينجح لو تقدم للانتخابات بيكسب يعني اللي بيحكم أنقارة أو اسطنبول فيما بعد بيكون رئيس لتركيا زي ما حصل مع أردوران نفسه لما كان رئيس لبلدات اسطنبول وبعد كده فاز بمنصب رئاسة الوزراء في تركيا ثم فاز بمنصب رئيس تركيا بعد ما تغير النظام من نظام برلماني لنظام رئاسي فبنسبة كبيرة اللي حصل مع أردوران حيحصل مع أكرم إمام أغلو إن شاء الله طيب ليه الناس في تركيا اتجهت للمعارضة بعد ما كان حزب أردوران هو اللي بيسيطر على المشهد السياسي في تركيا ابتداء من سنة 2002 والحد السنة السبب الأول الأزمة الاقتصادية وإن الناس ما بقيتش تقدر تستحمل أكتر من كده وإنهم لو كانوا انتخبوا حزب العدالة والتنمية كانت الأوضاع الاقتصادية حتى سوق أكتر لدرجة إن الناس كلها اتجهت لانتخاب ممثلين حزب الشعب الجمهوري بكثافة لإن وعدهم بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والنتيجة النهائية كانت إن دي أفضل نتائج انتخابية في تاريخ حزب الشعب الجمهوري ابتداء من سنة 1977 فأيوا يا فندم للدرجة دي الشعب التركي كره أردوران وحزبه وسياسته وعايزين يتخلصوا منه بأي شكل طب النتائج دي ممكن تأثر علينا إحنا في مصر إزاي أنا أعتقد إن النتائج دي لها تأثيرين أول حاجة إضعاف نفوز الإخوان في تركيا والتضييق عليهم لأن حزب الشعب الجمهوري ده حزب لبرالي علماني ضد ما يسمى بالإسلام السياسي تماما اللي كان بيتبناء أردوران وحزبه فبالتالي احنا قدام فترة صعبة جدا على الإخوان في تركيا وحيتم خانق النفوذ الإخواني في العاصمة أنقارة وفي اسطنبول اللي موجودين فيها بكثافة وده طبعا هيأثر بشكل كبير جدا على تحركات الإخوان في تركيا حتى وإن كان أردوران لا يزال رئيسا لتركيا ولكن أنا بتكلم عن رؤية سياسية مستقبلية لوضع الإخوان في تركيا فاللي حصل ده طبعا فمصلحة مصر بالنسبة لملف الإخوان بدرجة جبيرة جدا جدا ولكن على الناحية التانية بقى اللي مش في مصلحة مصر واللي أنا خايف منه هو أن حزب الشعب الجمهوري يبدأ في إعلان نوايا للتضييق على اللاجئين في تركيا وتحديدا وخصوصا اللاجئين السوريين وخلال الأربع سنين اللي جايين الحزب اللي فيهم بيستعد للانتخابات الرئاسة حيكون أكيد اتخذ خطوات للتضييق على الوجود السوري في تركيا وربما أردوران هو كمان علشان ينافس الحزب في الحصول على الشعبية فممكن هو كمان يسبقهم ويضيق على وجود السوريين وطبعا احنا عارفين أن السوريين في تركيا أعدادهم مليونية فيطار بعد تعرض السوريين للتضييق في تركيا حيرخوا فين هل حيرجعوا سوريا ضمن مخطط العودة الطوعية اللي بدأوا أردوران بالتأكيد لا ولو حصل مش هيكون بنسبة كبيرة والسوريين علشان يتلافوا مخاطر العودة لسوريا حيبدأوا في التحرك أنا بقى هنا خايف من أن السوريين دول يبدأوا في هجرة منظمة من تركيا لمصر دي بالنسبة لي حتكون مصيبة سودة ومنقلة بستين نيلة وأشبه بالكابوس وغالبا هو ده اللي حيحصل إلا إذا الدولة المصرية منعت حاجة زي كده وفي الوقت الحالي أنا ما عنديش يقيم بصراحة أن الدولة المصرية ممكن تمنع هجرة زي دي للسوريين من تركيا لمصر بعد فوص حزب الشعب الجمهوري واستعداده لدخول الانتخابات الرئاسية التركية سنة 2018 لأن باختصار أكرم إمام أغلو أصبح في صلب الانتخابات الرئاسية اللي جاية وحزب الشعب الجمهوري مناهد بشدة للاجئين وللسوريين تحديدا فقصة أن السوريين في وضعهم وضعهم في تركيا بعد النتائج الأخيرة مستقرة أو مضمون لا الكلام ده مش صحيح السوريين نفسهم ومن تلقاء نفسهم حيبدأوا في اتخاذ خطوات للهجرة لبلد جديد قبل ما يتم فرض عليهم الهجرة لسوريا سواء أردوران حيسبق علشان يكسب المزيد من الشعبية أو إذا فاز حزب الشعب الجمهوري أو تكتل المعارضة عموما في انتخابات 2028 يعني باختصار هجرة السوريين من تركيا حتكون في إطار التنفيذ قبل انتخابات 2028 لأن المؤشرات الحالية بتقول أن أكرم إمام أغلو هو أكتر شخصية في تركيا مؤهلة شعبيا للفوز بمنصب الرئيس سنة 2028 فساعتها حرفيا مش هيكون في مكان للسوريين داخل تركيا فبالتالي السوريين هيبدأوا هجرة لبلد جديد وأتمنى من الله أن البلد دي ما تكونش مصر قدامهم العالم مفتوح يروح لأي دولة هم عايزينها لكن أرجوكم أرجوكم بجد بلاش مصر يعني البلد فعلا مستكفية باللي فيها تخيل أن الأعداد الهائلة من السوريين اللي موجودين في تركيا ييجوا هما كمان مصر يعني أنت متخيل حجم الكارثة متخيل حجم الاستيطان السوري في مصر حيكون عامل إزاي؟ أنت تقريبا ساعتها حيكون عندك 70% من لاجئين السوريين اللي خارج سوريا ودول تقريبا يعني نسبة ما تقلش عن 10% من عدد السوريين سكان سوريا الأصليين بالكامل أو أكتر كمان ربما يعني حرفيا أنت هتكون نقلت سوريا لمصر فده مش بس خطر أمني على كيان الدولة المصرية ولكن خطر وجودي كمان على الدولة المصرية بالأساس يعني بعيدا عن الأخطار الأمنية وأن الناس دي فكرهم أصلا متطرف ودعمين لأردوران ودعمين للإخوان وحنا شفناهم في الانتخابات التركية كانوا دعمين لأردوران بقوة فدخول أعداد السوريين الضخمضي من تركيا لمصر طبعا حيسبب خطر وجودي للدولة المصرية أنا بتكلم هنا عن خطر بقاء مصر كدولة من أساسه بعد دخولهم للأراضي المصرية قادمين من تركيا اللاجئين السوريين هم الهكسوس حرفيا ساعتها إحنا مش هنكون متأكدين أن الدولة المصرية هتفضل مستمرة على الأرض بصورتها الحالية ولا لأ وده ببساطة لأنك سمحت بدخول ملايين من السوريين اللي الغالبية العظمى منهم متطرفين سياسيا وتابعين لفكر الإخوان المسلمين فكريا وأعداء طبيعيين للنظام الحاكم في مصر وده معروف عن أنا ومش سر فأنت بدل ما كنت بتحارب الإخوان داخليا وبس هتكون فتحت الباب لاستقبال إخوان سوريين أكثر تطرفا من الإخوان المصريين يعني ما شاء الله بقى عندك إخوان نسخة مصرية وفيه إخوان كمان نسخة سورية وعايز البلد دي تفضل مستمرة ويفضل لها مكان على الخريطة العالمية أو حتى الإقليمية بفتكرش بكل أسف ده طبعا مش منطقي علشان كده أنا بقول أني فعلا خايف جدا من تضييق حزب الشعب الجمهوري على السوريين في تركيا أو أنه أردغان يستبق الأحداث ويبدأ يرحلهم أو يديق عليهم من هنا لـ 2028 لأن ده حيسبب أزا مباشر للدولة المصرية لأن أول دولة حيفكر فيها السوري أنه لما يطلع من تركيا يستقر فيها هي مصر الأسباب كتير منها أن المعيشة في مصر تكلفها أجخص من تركيا وأنه في بالفعل جالية سورية كبيرة جدا في مصر فهو حيبقى موجود في دولة مش غريبة عليه ولما يجي حيلاقي ناس من معرفه ومن أهله ومن قريبه ده غير أنه فيه تساهل مش طبيعي من الحكومة مع اللاجئين عموما سواء سوريين أو غيرهم فهو حرفيا حييجي بلد مفيش حد فيها حيقوله أنت بتعمل إيه فبالتالي حنلاقي عدد ضخمة جدا من السوريين يبدأوا هجرة من تركيا لمصر وده زي ما قلت لحضرتك خطر وجودي على الدولة المصرية لأن ساعتها مش هيكون فيه يقين أن الدولة اللي أسسها الملك مينا نارمر سنة 3100 قبل الميلاد حتفضل مستمرة زي ما هي لأنه أصبح فيها شعوب أجنبية كاملة بتنافس الشعب المصري في أرضه وفي موارده دي حاجة أنا ما شفتهاش في أي دولة تانية في العالم حتى الدول على فكرة اللي بتسمح بالهجرة بيكون للهجرة فيها معايير وضوابط أنا ما بقولش أن ده هيحصل ولكن أنا بقول أن ده ممكن يحصل فيه فرق على الفكرة ما بين التأكيد وفرضية الاحتمال أنا بتكلم هنا في إطار الاحتمال وأن كل شيء وارد ونتمنى أنه ده ما يحصلش ولكن زي ما عودتك أنا دايما بتبنى أسوأ السيناريوهات لأنه لو ده حصل هتبقى فعلا مصيبة بالنسبة لمصر وللشعب المصري فيارب ظن يخيب واطلع بهلوس وبقول أي كلام ملوش معنى ربنا يحفظ بلدنا ويلهم القيادة السياسية في مصر القرار الصائب اللي يحافظ على بلدنا وعلى استقرارنا وعلى الأمن والسلام المجتمعي فيها في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة